اهلا وسهلا فيكن بموقع الفن ضيفتنا بنجوم الفن اليوم نجمي عيشت بزمن الفن نجمي صوته من اجمل الاصوات وشكله من اجمل الاشخاص وجه حلو نفسيته حلوه انسان كتير قريب من القلب اليوم رح نعيش مع زكريتها مع عبد الحليم حافظ مع محمد عبد الوهاب مع نبيه ابو الحسن مع هودا سلطان مع عاصر رحبيني بدنا نحكي كتير اخبار كتير حلوين اكيد كلكم عرفتوا انا عم بحكي عن الفنانة جاكلين جاكلين يلي نحن نغنجها بجاكو لانه ما بيلبق لقلا الغنج والدلع جاكو نورتنا فينا نعيطلك جاكو ده غري جاكو جاكجيكو انا لان قلولي ما بتحبي القلقاب بتحبي انه ما بتحبي عيطولك جاكلين مورو ما بحبي عيطولك نجمة الاغراء انا رح حياتلك نغري جاكو حبيبتي وهي ده المزبوط وهي ده المزبوط وانت بخي منك اليوم بدنا نحكي شرية ذكريات كيف بلشتي كيف كملتي مين اصدقائك اليوم مين عم يساعدك اليوم بالفن مشكلتي انا ذاكرت شوي الاشياء اللي رح ذاكلك انا متحطي بعدين مدير اعمالك جوزاف بوجيبير ايه هو كانت لكل شيء جاكلين بلشتي بالفن خمسة او سبع سنين كده امريك انا والله بلشت بالفن انا وبطن امي بصراحة كيف ها كيف بلشت تغنيت يعني امي كانت تروح تحضر افلام وكانت عم تحضر فيلم واجهة طلقوا ما بدا تقوم خبا حملة بابا حملة هيكي ولا خلفتني بالمستشفى من ققتها وبس بلشت امشي بابا بيدق على عود ارمني بابا وامي من بيت الحداد من علاي امي بتحب اللي هيكي الرقص صحي او دي قلة تنمت تنتم لو ترقص له ا Afghan مهضمين كتير مهضمين يعني عايشت بلشت فنة عايزت بجوا فنة طيب بدي اقلك شغلة هلأ انت عم تحكي شغلة علمية يمكن مش هيعت فا دشassi علمية بتعرف ايه الجنين ببطن امه بيسمع كل الموسيقه اللي نحا لسمعه ولا ايه من شا هياك از عم بتقولها انا وببطن امه ما انني قلطاني أبدا تذكري شو الموسيقى اللي كان عالعود بيك؟ هي هيدي هوانم اسمها هوانم أول غنية غنية يا جاكلين شو هي؟ أول غنية أنا عمري خمس سنين حليم مزهر كان استاذي أنا كان عمري خمس سنين كنا زمين زمين نشتغل وين؟ وين؟ هاي أول مرة بحكي عالدورة دورة بس شو كنت صغيرة وكان في مجموعة فنانين كمان كانت نجاة الصغيرة كانت تعمل حفلة هونيك كنت صغيرة كلهم كانوا صغار يعني نازها يونيس كنا بوطة هيك فنانين بس شو كنا صغار كتير هيدا الزمن الأصيل عمري خمس هيدا زمان زمين وكان أمي وبي يحملوني من كنا سكنين بكرمس زيتون نحنا بالأول كنت صغيرة صغيرة يعني لالكرار اللي عم بيسمعونا بالدول العربية يعني منطقة بقلب بيروت اي بقلب بيروت كنت ظروفنا شوية مشكلة القدي كانوا يحملني باية وامي للدورة حملين ويحكولي حكايات للاروة شو كنت تعملي بالدورة؟ غنى في ناكت ببيت هونيك في مطاعم هيك في مطاعم كبيرة وهيدا يعني ذكريات هيك خفيفة وامي تقعدني بحضنة بس يجي دورة اطلع غنى جاكلين امي؟ لهاليبو ياولاد وما لهاليبو ياولاد الله بلاشت بهاليبو بالخمس سنين اي 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 ولحلبت الذنى اي جاكلين كتير أثرت فيك اميك حسيت أثرت فيك عجو والفن كانت تمنعيك جبرتك يمكن تتجوزين كانت تحبني بشكل يعني جنوني خاف عليكي يعني كتير سموها أسطول السيدس أسطول السيدس كانوا خافوا منها هلقات هلقات ايه من ان الشباب الشباب كانوا يخافوا منها مش قصة الشباب انو كلهم كانت تغير علي اللي بدي يحب جاكلين كان يخاف منها طب كيف عفيف ردوان حب جاكلين وما خاف منها ام كان يجي لان عالبيت ام على اساس ملحن وايضا ما شاعرت بالشي بس اللي حبينا بعض نحنا بمصر اوكي مين؟ كنا بمصر عم نعمل فيلم انت وعفيف؟ ام انت ومين؟ يلا اقولي هو كان الملحن طبع الفيلم كانت معنا صباح واحمد رمزي ام حمد سلمين اللي اخدني على مصر انا طنص فرنجية وحلمة رفلة وشو قصة الغرام اللي صارت بمصر؟ بمصر كنا باوتيل هو عم يلحن لصباح وعمل لي غنية بتقولي ترك 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 ايه ولبست بانطلون احمر هيك ديق وكان مين عم يحضرني وقته؟ مين؟ عبد الحليم عم يحضرني هو وعم يشوفني انه عم غني على المصرع وكان يعني شو قدرنا عبد الحليم جاكلين اكيد كان في صداقة بيني تكون وتقرب لني الحقيقة عبد الحليم كنشوفه دايما بلندن وكان يجي لعندي اجه جورج براهيم الخوري كان في وديع السافة طبعا كنا يا حياتي شو بدي تذكريك؟ ذكريات يعني بتقلمني تعرفي؟ ليه؟ كنا نقعد بالسالون جوا عالارض ويغني وديع وداد تعرف الصوت وداد بياخذ العقل بس يغنوا نقعد نبكي وكان اغاني لأم كالتوم او فات المعاد وكذا كلنا نقعد عالارض وجاء الجواب ما بقدر قلي مين تعمله صهرات حلوة؟ قبل ما احكي بالسهرات؟ فريدي جاء كله هني جاء ما خبرتين قصة زواجك بعفيف ردوان قبل ما نوصل عمصر يعني هو بعد مصر؟ اه بعد مصر طب خلينا بالسهرات هو حب صلق صلطف بمصر صار يجي لعنى عالبيت وبعدين كنت عم بشتغل عند منصور منصور كان نايت كلاف كان في وديع السافة يشتغل فيه ك stimuli كبار الفنانين كنت انا وطروب وكلهم كنا نشتغل بهنيك يعني اغلب الفنانيين كن يشتغلوا هنيك فيه نهار يعني دبل حب وكذا مشاهدة مفي طريقة لى رحت خطيفة ندمت انك رحت خطيفة كنت بتحب ان جاكنين بتعرفي كل هالفنانية انت عامل عرس كبير بتلبس هالفستان الابيض جي كلهم يهنوكي يغنولك بعرسي ندمت ما كنت اعرف اعمل قهوة ما كنت اعرف اللي بايضة وبعدين المشي يلي اخدك طفلي طفلي بالمرة يعني حتى الجواز ما بعرف شو فهمه علينا فهمه فهمه علينا منيحة حلوي فكنت ازعل انه هو كان فنان كبير يعني وهو من النوع اللي بيحب الصهر كان يتركني ويروحي صار يجي الصبح وانا لوحدة هيدا سوى اطلاقنا شعرت بالوحدة رغم انه هلأ عندك ولد بيسوى لو الشمس او نور الامر يعني بجنن هو اللي مخليني ملكي وعايشي ابنه العفيف ابن عفيف كم مرة جوازت يا جاكلين المرة بس هاي هي؟ طب ليه مرجعت جوازتي مازالك صبية وحلوة وامورة ومهضومة فيه جواز بالسرع الخفيفة بس شوي وراح وان هاي يسوي محاول بي مرح تقولي عاكل حلق انا بحترملك كل رأيك جاكلين كمان بدنا نقول للمشاهدين انه مع حفظ الالقاب يعني وقت منقول عبدالحليم محمد عبدالوهاب كله مع حفظ الالقاب عبدالوهاب كنت اطلع مع مونير الأحمد مدير إزاعة السورية كنت اطلع لعند عبدالوهاب عبلودين كانوا مصيّة في بلودين بسوريا بلودين بسوريا بلودين بسوريا ايه كنت اطلع دايما اللي عندو انا مبسوطة انه رحت عمصر كنت بحلم ان اروح مين ما بيحلم يروح عمصر شاملت بمصر حبيبي تعرفت على كل هالفنانين الكبار من فريد لعبدالحليم لرشدي كل هالفنانين الكبار كان عبدالسلم نبيلسي عندو بيت بياخد العقل البيت كل الفنانين كل الفنانين يصهروا عندو من بليغ لعب الحليم لا انا كنت اصهر عندو كنت لعبتهم صدقيني وانت كنت غير جوية وبشكل وش بدقلك مرة شو دي خبريني يلا خبريني لا هاد طب بعدين خليني اقول انه هلا رح انتقل لجزء تاني مع جاكلين رح نحكي اكتر عن ذكريات مصر رح نحكي اكتر عن اذاعات رسمية فحص اذاعات لبنان و اذاعات مصر وكلها نختم الحلقة اكيد بدنا نتشكر ماجي فارس على المكياج جورج عطيق على الكوفير مروان سمعان على التصوير جوزيف وجيبر على الاعداد وانا نشكر طوني نعمي على الاخراج الحلو قدام الكاميرا كمعاكن هلا المر